هناك يعني في العراق حتى يعني بغض النظر عن المحادرين السياسيين من يعتبر أيضا أنه على العراقيين أن يعايشوا وجودا عربيا حقيقيا يكونوا لك شركات سعودية شركات خالجية تجارة مع السعودية فتح حدود لكي يصدقوا أن العراق عاد إلى الحضن العربي هذا حدثتك حتى تطالب به لكن أيضا هل تعتبر أن هذا العراق هو عراق بين مزدوجين إيراني قبل العرب التعامل معه لا هذا يعني أن يكون العراق إيراني من يعتقد أن العراق إيراني ويجب أن لا يتعامل معه هذا إنسان خاطئ إذا كانت الأحزاب السياسية الموجودة الآن موالية لإيران وبالمناسبة من جلبهم هم الأميركان وأعطاهم هذا المكان هذه ممكن أن تكون واجهة لإيران في العراق لكن الشعب العراقي هو شعب عربي شعب قريب من العربي لا 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 كلام على الشعب العراقي لا يعني مواقفهم على الأمير السلطة السلطة نعم السلطة تحاول أن هناك طرفين في السلطة طرف أمريكي 100% وطرف إيراني 100% يختلف الطرفان في مسألة النفوذ الطرف الإيراني لديه ميليشيات لديه قوة مسلحة ولديه طريقة لإرعاب الباقين وبالتالي ما يظهر على السطح وكأنهم كلهم موالين لإيران ويدافعون عن إيران بس الحقيقة هي ليست كذلك والسبب في ذلك كما قلت هو الاحتلال الأمريكي السبب الآخر هو ابتعاد العرب عن العراق والنظر إلى نظرة طائفية أو نظرة غير عروبية أو نظرة أصبح في حضن إيران بالوقت الذي كانوا يستطيعون أن يقيمون علاقات متوازنة مع العراق ويبقون وجودهم بالعراق حتى الناس تشعر أن العراق لا يزال في جدل في الموضوع في بعض يعتبر أن العراق كان علاقة الإيرانية تقدم في العراق تقدم أصبح العرب بسبب الأحزاب السياسية التي كانت موجودة في إيران والميليشيات التي أرعبت الناس وأجبرتهم على أن يكونون خائفين من هذا الوجود ويظهرهم كأنهم قابلين بهذا الوجود وهذا غير حقيقي يعني مثل ما قالوا الأخوان القنصلية في البصرة من الذي حرقها العراقيون مهاجمة المناطق التي الأحزاب السياسية ومقرات الأحزاب السياسية العراقيين ومن نفس المكون يعني هذا اللي يعتبرون هم يمثلون لا 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 شك بالله بالله يعني هذا بعدين هناك من يتحدث لحد هذه اللحظة عن أن هذا المكون هو إيراني وهذا غير صحيح العروبة بين المكون الجنوبي أو الكون الذي يعتبره إيراني أكبر وأقوى بكثير من العروبة لدى المكونات الأخرى لكن الإيحاء بهذا الشيء دفع إلى الناس أو إلى الناس أن تشعروا أن هذا الطرف مبتعد عنهم عروبيا العرب ابتعدوا عن العراق طبعا العراق أيضا بهذه الأحزاب ابتعد عن العروبة لكي يقول أنه إيران هي وحدها يعني من لما يظهر لك واحد يقول لك والله إيران هي التي حمت العراق ودافعت عن العراق أمام داعش ورئيس الوزراء يقول أنه بجانا ورئيس الوزراء يقول يعني في إيران هناك رئيس جمهوري يقول هو من دافع عن السعودية والإمارات والكويت ومن حمامهم حمامهم من صدام والآن طبعا يطلع رئيس الوزراء ويقول لك إيران استوفت حتى ثمن الإطلاق الناري الواحدة التي أعطتها للعراق أثناء الحرب ضد داعش يعني هذا كل دعاية في مجال أنه يعطون موقف يعني إيران كانت من أكثر الدول الملتزمة بالحصار على العراق أيام الحصار في التسعينات وحتى النفط الذي كان يهرب العراق عن طريق إيران كانوا يشتروا بثمن بخس الحرس الثوري بس دولارات ويوصدروا بالسعر العالمي حتى بس العراق يجد ببالغ لإطعام العراقيين لكن هذه كلها ذهبت الآن الآن الحديث من هذه الدعايات ومن هذه الأحزاب هو أقوى والسبب أن العرب الآن لا يزلون إلى يزالون مصرين على تكبير العراق بهذا الموقف